بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد اليوم عدد متجدد من برنامج المؤشر الاقتصادي على قناة الوطنية تيفي موضوع اليوم لا يقل أهمية عن المواضع السابقة لا يقل أهمية عن موضوع الساعة وهو الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وآثاره الاقتصادية على دول العالم على الدول العربية على الجزائر عنوان موضوع اليوم الذي سنناقشه رفقة ضيوفي الكرام حول ارتفاع أسعار الطاقة والقمح أي تأثير اقتصادي على اقتصاد الجزائر بغض النظر عن الصراع الجيوسياسي بين روسيا والغرب القوى الناعمة وهي الاقتصاد مرة أخرى ورقة طفاوض وضغط الغرب يلوح بعقوبات اقتصادية على روسيا الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا والعرب والجزائر يترقابون مشاهد هذا الصراع ثلث استهلاك القمح العالمي ينطلق من روسيا وأوكرانيا رقم مهم جدا الدول العربية والجزائر على الخصوص مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه المصادر ونشوب هذا الصراع أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار النفط والقمح وبعض المواد الأساسية الأخرى ويبقى التزامن هذه المرة في ارتباط أسعار النفط والقمح يشكل استثناء وفصلاً عاماً للاستشراف الاقتصادي خاصة بالنسبة للدول النامية والناشئة كالجزائر ويبقى الأمن الغذائي موضوع يطرح في كل مرة سواء في الجزائر أو الدول العربية رغم الوعي الكبير للجميع خاصة في الجزائر حول أن العالم أصبح لا يعترف إلا بالدول القوية اقتصادياً إن مسألة توفير الأمن الغذائي لشعوبها أي الشعوب العربية والشعب الجزائر يجب أن يعالج في أقرب الآجال بمحددات استراتيجية ترتبط أساساً بالأمن القومي الجزائري في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وصراعات ونزاعات عن الجزائر أتكلم لمناقشة كل هذه التساؤلات والإشكالات أسعد باستضافة سادتي يا كرام واليوم أنا محظوظ ركنيني اقتصاديين أستاذيني في الاقتصاد عن يميني وعن يساري أستاذيني كذلك ولكن في عالم الفلاحة والله محظوظ اليوم أنه يكون عندنا مناسبة حتى يكون فيه نقاش تفاعلي ونطرح ما هو الأصوب إلى الجمهور الكريم أسعد باستضافة الدكتور تغرسي الهواري خبير اقتصادي مرحبا بك أستاذ دكتور مرة أخرى في بلاتو الوطنية شكرا ومبركة الله بكم أهلا وسهلا كما أسعد باستضافة الأستاذ كرامي الطاهر وهو أمين وطني بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري مكلف بالتنظيم مرحبا بك أستاذنا كريم شكرا لكم كما أسعد باستضافة الأستاذ الجامعي السيد بن عزوز محمد هكذا أستاذ اقتصاد مرحبا بك سي محمد مرحبا بكم أهلا وسهلا ودون أن أنسى السيد جعلالي الحاج غني عن التعريف مرحبا بك سي جعلالي أمين وطني مكلف بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين مكلف بالإعلام والاتصال مرحبا بكم شكرا بركة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالجميع في حقيقة الأمر موضوع اليوم هو موضوع سال فيه حبر كثير وتكلم فيه الخبراء وغير الخبراء وما يجتمع اليوم وما يهمنا اليوم هو الجزائر وما اجتمع عليه اليوم كل الجزائريين أنه هناك وعي وهناك إدراك لصعوبة الموقف وما ينتظر الجزائر واقتصاد الجزائر في المراحل المتقدمة ولعلي بهذا أبدأ مع السؤال في الاقتصاد وسي هواري الأحداث تتسالع حتى ربما مرات لا تفرق بين ما هو سياسي جو سياسي واقتصادي عقوبات الاقتصادية في الأفق كل اليوم العوامل الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض تفضل أستاذي شكراً طبعاً وأنا جد طبعاً فرحان خاصة مع طبعاً حضور هذه العمريقة في مخص القتال في ليحة الجزائر وطبعاً دكتور صديقي سيمو محمد كذلك فقط لازم نحكوه بصفة عامة على لأنه مصائب قومي عند قومي فويد لنشوفنا الأزمة طبعاً الأكرانية روسية وشوفنا أنه إرتفاع مسعار مثلاً لأنه نحن كنت خلتنا تقريباً 95% هي من طاقة مع أنتها مواري الطاقة كانت جد مرتفعة والإسعار بالنسبة لي البريل البترول الثاق الخمسة مئة أو مئة خمسة دولار مئة وخمسة نعم مئة وخمسة دولار وكذلك بالنسبة لي الأسعار الأسعار بالنسبة لي قطاع الغاز هناك نوعي هناك طبعاً الغاز السائل اللي ارتفع برقام خيالية ولا نتحكم فيه طبعاً تقصدق على الغاز المسائل الغاز المسائل نعم قلنا الغاز الممية عنا عقود طبعاً آجلة لا يمكن تتحكم فيها في هذه المرحلة ولكن تقريباً 39% هي عبارة عن طبعاً الغاز المسائل هذه اشكالي أنه مداخلنا طبعاً جميلة جداً ولكن عليش قلت لك ما صيبوا قومين عندي قومين فهذه لازم نفهم معناتها لأن هناك المواطن اللي يهمه خاصة في الجانب وخاصة مواطن بسيط هو طبعاً أسعار انتعه أسعار المنتجات الوطنية نعرف تقريباً 70% من المنتجات الوطنية كلها مستوردة من الخارج نحكى لفاتورة كانت في المرحلة السابقة أكثر من 60 مليار الحمد لله أنه تقريباً نظن 33.8 إلى نصف تقريباً 33.8 ورغم ذلك عندنا ما نقول عليها في الجانب هذا لأنه كان حكاية واحدة أخرى فقط لما نشوف طبعاً السياسة حتى الحكومية لأنه وصلنا عن قناعة بالليء المرحلة الجاية فيها طبعاً كثير من الخطور وبالتالي لازم نهتم لأنه السيد الرجل جمهورية لما جل المنصب بتاعه ولما تبوء رهاسة كانت تقريباً ينطلق من 30 نقاط الأساسية هي أولاً أمن غذائي وطبعاً نحكو الأمن الغذائي ما أنتمش فقط في الجنة في لاحية حتى في الجنة الصناعية كذلك حتى طبعاً في كثير من القطاعات الوزرية اللي مازلنا طبعاً نستنى كل المؤشرات العالمية يومياً أسعر القمح، أسعر كذا، أسعر زيوت، أسعر كذا، أسعر وذي إشكاليين موجودة فينا نظن ضروري أنه نؤسس إلى منظومة طبعاً في المرحلة القادمة إلى تحقيق أمن غذائي والحمد لله أنه ربي الحكومة سيهواري الحكومة اليوم عجزة أنه تقدم ربما معطيات في وقتها والمعطيات الدقيقة وبكل شفافية للمجموع الخبراء لمجموع القطاعات للإدارات للمواطن الجزائري هل هذا شيء صعيب بالنسبة لأجهزة؟ لا أشوف بكل صراحة لما نشوف اللغات كان لغتين لغات الوزراء اللي تسمحهم في القنوات ولغات الرئيس الجمهورية لما نسمع لغات الرئيس الجمهورية هي لغة واقعية موجودة من اليوم المعاش وكأنه يعطينا الواقع المعاش الواقع لأنه نعطيك مثال فقط في قانون ماريا 2022 كل طبعاً كل القطاعات الوزارية وكل طبعاً المحللين كانوا يتباهوا في قانون ماريا أنا شخصياً شفت النقاط اللي كانت موجودة في سلبية وطبعاً وانتقدتها في البداية وطبعاً بعض المسؤولين مرضى وشعلتها للانتقاد ولكن لما السيد الرئيس الجمهورية يجيب حقائق وطبعاً يلغي بعض المواد اللي موجودة في قانون ماريا واللي طبعاً ممكن جداً أحضر بالمنظومة لأنه أحضر بمنظومة القدرة الشرائية في المراحل وإذن أعطينا من غير المعقول مثال فقط بسيط طبعاً لا سبيل ذكر فقط هي نجو القطاع الفلاحة مثلاً شفنا بعض الرسوم الخيالية لنرى مانج في مرحلة هنا في قانون مالية نعم في قانون مالية نعم تقريباً ستة أو سبع مواد يحكو على الرسوم الموجودة بالنسبة لأنه نحتاج إلى منظومة نحكو على أمن غذائي لازم ندعم ونرافق مثلاً القطاع الفلاحي هذه المرحلة ليس فقط تحتاج إلى دعم إلى مرافقة إلى توضيح الرؤية إلى طبعاً تكثيف الجهد طبعاً لأنه مبينة مثلاً في القطاع الفلاحي يقول لك خبراء موجودين في صحراء أو في الجنوب مثلاً يقول لك أنه لو نقدر ندير زراعة استراتيجية في مخص الفلاحة واللي ربعة مليون هكتار ممكن نصور طبعاً دخل ثمانين مليار طلهار وطبعاً هنا وهنا رح تشوف عدة علاقين موجودة لأن الإرادة السياسية موجودة ما عند رئيس الجمهورية لاحظنا أن إرادة السياسية ما عند الوزير الأول موجودة ولكن بعدها تبدأ تنقص سواء بالنسبة للوزارة سواء بالنسبة للولادة في صفحة عامة الحمد لله أنه في حركية بالنسبة للولادة وطبعاً لأنه هناك مراقبة شديدة ولكن ما زلت المشاكل والعلاقين البريقاطية ما قدرناش نتخلص منها باش نروحوا إلى عوضة من أخيرون نقعدوا نحكوا في البلاتون نحكوا كذا نروحوا للعمل لأنه هنا اللي خصنا خصنا العمل ولكن الإرادة بالنسبة للقيتال في الأحياء نقول لك الوحيد اللي يشفعنا في هذا الكوفيد هذا هو قيتال في الأحياء لأنه قدمنا منتجات والحمد لله ما كانش طبعاً وعطرنا موذج حي نعم وعطرنا موذج حي إذن هل طبعاً هل أوكرانيا أو روسيا منخهم أحسن نعطيك معلومة فقط أستاذي كريم وأنت تتكلم وديتنا مباشرة أنت تعديت على الكطاع الفلاحي عنده المختصين فعلاً تمهيد بش المختصين معليش خضيط معلومة الله أعلم إلا كان صحيحة أم لا روسيا في الثمانينات كانت تستورد كل القمحة تاحة كانت تستورد حوالي خمسة وخمسين مليون أو أكثر في ذك الوقت في الثمانينات كانت روسيا تستورد القمح الآن في العشرية هذه روسيا هي مصدرة لا تصدر حوالي مع أوكرانيا ثلث القمح نعم يعني أليست هذه مفارقة؟ لا فقط نحكي الجزء بساطة بسيط ونطلق هذه من الزملاء لأنه لأنه كانت في المنتوجات اللي نحكي لهم بالنسبة لقمح بالنسبة لسكر بالنسبة لزيت اللي نحكي على طبعا الموجة الاساسية الكولصة وكذلك صوجة كذلك طبعا وكذلك الحليب نشد نشوف أنه رئيس الجمهورية ركز العملية ويدعم في العملية وكينانية لما نشوف شيء مع طبعا المجلس الوزارة إلى آخر يؤكد على ضرورة الولوج إلى طبعا هذه المنتوجات بأسرع وقت في المراحل القادمة ولكن ما تسنناش أن القارات لازم تجي من الفوق وتبدأ تمشي مع أنت كون ما يكونش رئيس ما تكونش مجلس الحكومة إشكالية وما تكونش طبعا الوزارة وما تكونش الولادة وهنا نخلق الإشكالية بالنسبة للمنظومة وعنصر المبادرة والعلاقين اللي يعانيها طبعا الفلاح وكل طبعا المستثمر في الجزائر رح نولي كل هذا شكرا دكتور تغرسي المر كرامي طهر أمين وطني مكلم بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين رحب بك مرة أخرى شكرا أنت متابع لما يحدث في العالم من صراع ونزاع والغذاء غير آمن هو يسمى الأمن الغذائي ولكن غذاؤنا غير آمن الدولة التي لا تنتج غذاءها وش رأيك سيطار أولا أشكر قناة الوطنية على الاستضافة الشكر متبع لك متمنين لكم مزيد من النجاح والتألق العفو وإذا انطلقت من عنوان حصتكم وهو ارتفاع الطاقة والخمح فمن المفروض إن شاء الله نطلبوا أن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ما تدومش إن شاء الله لأنه إذا ربما عندنا مخزون من القمح حاليا وربما استطعنا أن نستورد وكان ربما لحسن حظ أو لدراسة كانت في محلها وهي أن السوق متاعنا ما كانش موجه من دولة معينة كان من عدة دول وبالتالي اللي بيعنا القمح ميش روسيا فقط أو أوكرانيا أو عندنا عدة فيه تنوى في الموردين تنوى هذا في مثل هذه الأزمات يفيد ليستورد أما قضية الارتفاع نحن مصدرين للطاقة ومشتوردين للقمح في الوقت الحالي القمح ومشتقات القمح الحبوب بصفة عامة في الوقت الحالي قد تكون هناك توازن إذا ارتفعت الطاقة وارتفعت القمح فلا يؤثر نوعا ما لكن ما يؤثر علينا أنه بمرور الزمن لو طول الحرب قد يضطر قد يضطر العالم باش ما يبيعناش إحنا ولا الدول كما إحنا ويولي ويولي المخزون هنا التخوف نولي الدول اللي كانت تحرم علينا بعض الأسلحة تبيعننا الأسلحة ما تبيعناش الحبوب يصبح السلاح السلاح متاح ولداء 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 نتمنى أن الصراع ما يدومش باش ندو الدرس بصفة نهائية احنا كذلك في فترة تعجفات بالنسبة للموسم الحالي في شمال افريقيا ككل نعم في شمال افريقيا ونحضر على خاصة على الجزائر فقضية فقضية لماذا في السنوات الماضية ومتنساش باللي احنا عدنا حوالي تلت ملايين ونص من هكتارات للحبوب بمعنى أصح حوالي ستمية ألف منتج حبوب بمعنى أصح موزعة على التوراب الوطني مليون ومئتين غرب مليون ومئتين شرق وحوالي خمسمائة ألف في الوسط ومئتين وخمسين ألف إلى تلتمية وخمسين ألف بالنسبة للجمال شي طهرت ثلاث ملايين وخمسمائة هكتار هل هذا بعد الإصلاحات ربما اللي رب يتكلمون لها لا هذه بصفة عامة الأراضي ما هو متاح الآن ما هو متاح النسبة قليلة غير كافية لأن كان الأخ الدكتور كان يقول على قضية الجنوب وقضية أربع ملايين هكتار لكن الخبران من قانون ثلاثة وثمانين ثمانتاعش اللي كان ينص على الاستصلاح ومن بعد جات الجنوب حتى القانون عشرة ثلاثة يسمح علاش ما اتطورناش في ضرف ثلاثين سناء أو ربعين سناء وهي ما جاء بها سي الدكتور وهي قضية العراقيل الموجودة إداريا فمثلاً فيه ناس اقتمحوا اقتحموا الاجتماع في الفلاحة ولكنهم ما استمروش وفيه ناس أراهم في الميدان ولكن للعراقيل الموجودة سواء بالنسبة للقروض سواء بالنسبة للدعم سواء بالنسبة للكهرباء سواء بالنسبة لعدة عواميل خليتهم ما يقدروا شي واصلهم انت لما يشوف واحد باقي يجيش تثمر ويشوف اللي قبله ويصطير فيه بطبيعة الحال ما يجيش كنت سمح لي سيد طهر فانقط العراقيل رح نجو لها والعراقيل اليوم هل هي مقصودة غير مقصودة انتم اللي رح نجاوبونا كاقطاع فلاحي وكممثلين أنا فقط لو كنت سمح لي فقط أنمر الجانب الاقتصادي الدكتور الأستاذ سيبن عزوز محمد رح أبيك مرة أخرى سيبن عزوز نبقى في الآليات الاقتصادية نبقى في الأدوات الاقتصادية اليوم فيه موازنة مشات فيه ربما متغيرات خارجية اللي رح ربما تأثر على الاقتصاد الوطني واقتصادية كثير من الدول في رأيك يعني أي متغير خارجي ما مدى تأثيره اليوم على الاقتصاد الجزائري أولا أشكركم كالقناة الوطنية على الدعوة التي قدمتها لكي نناقش مواضيع من هذا الشكل أو في هذا الإطار أعتقد أنه التحليل لا ينصب فقط على الدولة الجزائرية فقط ولكن ينصب أيضا على المستوى الدولي لأن أصل لأن أصل الأثار هي دولية وطبعا كل الاقتصاديات العالمية الآن لابد أن تستعد لتطوء لما هو قادم والوضع الحالي نحن المفروض هو ليس منطلق ولكن الوضع حالي هو عنده مطلقات سابقة لأننا مرينا بجائحة كوفيد 19 وكان لها أثار كبيرة جدا وما زلنا فيها في الجائحة طبعا هذه الأثار لكي نستعد أنفاسنا مجديد وندير مطلقات تحتاج إلى قدرات بشرية وقدرات مالية وهذه المسائل لابد أن تأخذ بين الاعتبار لأن كل الآن الاقتصاديات العالمية بما فيها الجزائر نحتاج تصحيحات يعني فيما هو على الأقل استعداد لما هو قادم اليوم أسعار النفط رأي وصل إلى 105 مليار ربما لو تمر الأزمة خاءتكون خفيفة ربما رح نتنسى اليوم الأسعار المحروقات وصل إلى تقريبا 105 دولار البرميل في المتوسط الآن تقديرات تنتعى الصندوق النقد الدولي حتى المتوسط في المنطقة العربية لأنه الآن حجم التجارة التبادلية في المنطقة بين الدول العربية والعالم تقريبا تتراوح ما بين تقريبا 18 و 21 مليار دولار هذه حجم المبادلة التجارية بين الدول العربية وأوكرانيا وروسيا تقريبا في هذا إطار ما ننسوش أيضا في دل جائحة كورونا كورونا أو ما يسمى كوفيد 19 خلقنا مشكلة ما يسمى بالتدخم المستورد وتدخم المستورد كان عنده أثار أنه تأثرت طبعا أثار مبسط على الناتج وخصوصا على ارتفاع التكاليف لما ترتفع التكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة رح يكون هناك مشكلة كبيرة لأن ترتفع الأسعار الطاقة من جهة متلازمة مع ارتفاع التكاليف مع أنها أسعار مرتبطة بكل المحلوقات كمشتقات نفطية ومشتقات بيترولية يبقى دائما هو الساعد وهذا ربما يستمر إلى مدة معينة لا نقدر زمنها كم ولكن في ظل هذه التطورات سنعيش اقتصاديات تهتز شوية إن لم نحدد لها سياسات مشهرية لكي يمكن أن نكون مستعدين للقمه وقادم وهذه السياسات وش يلزمها طبعا هذه السياسات يلزمها رؤية ويرزمها تبصر ويرزمها استشراف شكرا هذه مهمة جدا لأنه إذا لم نقدر لأنه على الأقل معطياتنا منتحف بلي أنه الجزائر واردتها من القمح تقوم بمثل حوالي 15% من السوق الأوروبية ويخطأ من يقول بلي أنه هذه الدول العربية ولا الجزائر أنها تستورد فقط القمح من أوكرانيا وروسيا عفوا ولكن تستورد من فرنسا بالذات وكندا وهي تقريبا أكبر سوق تستورد من جزائر هي فرنسا وحجم الوريد حجم الصادرات الفرنسية للجزائر من قمح حوالي 70% 70% إذن كل هذه التطورات رح تجعل يعني التبصر وتقدير المسافات والرؤية الثاقبة هذه المسائل لابد أن تأخذ بالاعتبار لأن التحليل اليوم لا يمكن فقط التحليل الجزئي وعلى مستوى منطقتنا ولكن آثار الإقليمية وآثار الدولية نعم هذه طبعا هذه الآثار ترتب عليها مواقفنا السياسية بين الأطراف وبالتالي فرح ناخد وقت كبير في هذه المسائل ومن يقول بأن هذه الحرب الأوكرانية الروسية أنها ستنتهي بعد ثلاثة أو أربعة أو عشر أو عشرين يوم فهذا مخطئ لأننا نعرف الآن بدايتها ولكن نهايتها لا يمكن لأنه رح نرجع للأطراف نعطيك مثال أولا لأن لأن أنا تحل على مستوى الفيسبوك تلقى أن الناس تقريبا تحاول أن تتغضغ نفسها فيما يخص الجانب الأوكراني لأننا لا يهمني لا روسيا ولا كرانيا في زوج لأنهم بالنسبة لي الدبلوماسية في قطر الدبلوماسية في هذا الظرف عندما تأتي تحل محلها للحرب تعتبر فاشلة إذن هنا هذه نقطة مهمة ويجب أخذها بيعين الاعتبار لا تعرفش لازم نحدد عفوا لازم نحدد رؤيتنا لهذه الحرب كون أن روسيا أي عندها مع أوكرانيا 1200 كيلومتر لازم رضبنا في المسار التاريخي ورح نرجع لكل هذا سيد دكتور بن عزوز إذن هذه النقاط الفكرة وصلت الفكرة وصلت شكرا ونبقى فقط احتفظتلي بمصطلح السياسات العامة ورسمها في هذا الباب في المستقبل تذكرت قلت مجهارية ودققت علي كلمة مجهارية لأن الأمر هذا ربما يحتاجه في نقاشنا وحوالنا سيد الحاج على لي أصدقائك هما من ليست ليس خطأي ولكن دورك حال الآن مرحبا بك سيد جعلني الحاج العفو سيد جعلني أظن أنه تكلم الجزائر كلها تكلمت صغيرا وكبيرا حول حول الاكتفاء الذاتي حول الأمن الغذائي ما يحدث للجزائر مفارقات عجيبة أي وعد سخصية يقول لك زمن الاستعمار الفرنسي الجزائر كانت توكل فرنسا وتوكل حتى أوروبا ما المتحول المتحمل المتحول والشي اللي حدث اليوم شكرا العفو أولا نشكرك على الدعوة مرحبا بك ونجو يعني أنا مسترورينا أنا وزاميلي مع إخواني يعني شي شارف أنا مع إخواني كثير في الاقتصاد شوف أنا نقطبس يعني واشقال الأستاذ الفاضل وزاميلي والآخر أنا سجلت له تحديد رؤيتنا شوف أول أنا أنت رك دير العنوان أنت ارتفاع الطاقة والحبوب اليوم ما محلونا من الإعراب كجزائريين في هذا البلد من هذا المتغير في هذا الحدث هو مطلوب عندنا زوج حويج عندنا ارتفاع الطاقة وعندنا ارتفاع الحبوب ما عنتها واش حبي تنقل لنا هنا ما هو ما محلنا من الإعراب في هذا الوضع الذي راه فيها العالم كما خلقوا ربي ما محل الجزائر ومحل الجزائر اللي هنا في القطاع الفلاحي في قلب الحدث إذن اليوم العنوان يعني باش نبدأ به هو إلا كان لنتكلم على ارتفاع الأسعار للمحروقات اليوم لابد علينا باش نعرف كيفاش نتضبر أمرا في دلمداخل اللي راح نندلو بهم على الأقل ماشي قال اليوم نصيبوها سهلة قال اليوم راني غادي ندخل الدراهم المحروقات ويبط بروبلام غادي نشر القمح وما عندي مشكل هذا التفكير خطأ لأنه هذا التفكير هو اللي دانا للود هو اللي وصلنا لليوم ورنا لحقين من كان البترول اطلع الى اقصر ما درجة تنتعو وربما ما رحناش لبعض الاستثمارات القاعدية وعلى سبيل المثال السدود مثلا وذلك نرح للسدود نشوف هو الموقع الاساس انتحم من ناحية مواجهة الجفر وفي نفس الوقت كيفية مواجهة ارتفاع الحبوب وعندما نقول الحبوب هناك يمكن تقول انت القمح الصلب القمح اللين الشعير لانه عنده ثروة كبيرة من ناحية الهضاب العليا الموال وعندنا استيراد زيوت ما ما حلونا من الاعراب من انتاج لمرك مدد شوفان مثلا انا 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 انتاج عندنا ثلث منتوجات القمح الصلب القمح اللين هذه للغذاء اليوم المواطن عندنا الشعير للقاطع انتعنا وعندنا الكولزا للانتاج زيوت ورا يدخل في البرنامج اللي ستكلم عن السيد الرئيس الجمهورية وعندنا الكولزا وعندنا الصوجة الصوجة لانتاج الاعلاف من المستحيلات غدوة نتكلم عن اللحوم البيضة ونتكلم عن اللحوم الحمراء ونحمل المواد الاساسية انا حبيت نطمن الاخو ان شاء الله بربي ونشكر للاخ الزميل اللي كانت كل اشار ليها للاستاذ الفاضل شوف احنا الجزائرين عمري ما ننسى الموقف انتع القطاع الفلاحي انهار اللي بدأ كوفيد 19 والقطاع الفلاحي كيفاش كان مهيئ لانه علاش كده خلت تعلينا الكورونا وبدأت نحنا نشفلها مليح من يحدا كنت في محطة تليفيزيونية لترونت مارس ذاك اليوم وين القرار تعل حكومة بلعوا البليدة لانه الوباء كان يعني كيفاش كانت الهبة التضامنية انتع القطاع الفلاحي من اقصى الجزائر الى غربها ومن الشامل للجنوب مع اخوانا في البليدة ولا بعض المناطق المتضررة وبرك الله في الاستاذ يعني وين المنتجات الفلاحية تقدمت المواطن الجزائري باسعار جدو تنافسية ويعني الوفرة اللي كانت هذي غير سليسة بلا الحصر فقط عندي زامينا في مارساي كان يتبع القنوات الوطنية وين اوروبا كانت نبلع وكانوا يكلوا لبات وليفروماج قال لي راني غير من التلفزيونا تنتعنا للشعب الجزائري راي يكل الخضرة فري يعني كنا في دعز لأنه علاش تلك الأزمة كنا نفتنا فيها مليح لأنه البرونت كنت يرتعنا كان في ظرف جد وحسنة كانت المياه كينا كانت الفلاحين يعني لوا بأ لولو كنت خلى علينا الوا بأ كنا البرونت مخطط الفلاح تانا كلا بس بس سيجع علي فأخطر وكان تسمح لي يشري أنه وقت الجزء الأول انتهى احتفظ بالفكرة وراح نقشوها في الجزء الثاني عزائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل عزائنا المشاهدين مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج المؤشر الاقتصادي على قناة الوطنية كنا تناولنا في الجزء الأول حول الآليات الاقتصادية التي يملك الاقتصاد الوطني في ظل الظروف والمتغيرات الحاصلة بعد الصراع الذي يجري حاليا بين روسيا وأوكراديا هذا الصراع له تبعات اقتصادية هذه التبعات هي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على دول العالم على الدول العربية وعلى الجزائر كنا في نقاش مستفيد حول تأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني وأبدأ مما انتهينا مع الأستاذ جعلالي الحاج أمين وطني وكل بالاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين مكلف بالإعلام والاتصال وكنت أشرت إلى فكرة مهمة جدا وعطيت فكرة حول التراكمات التي كانت موجودة سابقا وصولا إلى الحالة أو المرحلة التي رأي متواجدة عليها اليوم الجزائر والاقتصاد الجزائري بلا ما نطيل عليك شوفا سيدي الفاضل لا بد أن أعرف بالله القطاع الفلاحي عندما من 62 ونجيبوا المصار تا القطاع هو كان تحت سلطة سياسات معينة مش ما نكذبوش ولكن اليوم احنا باش نمشو للقدام ما نبقوش نتكلمو غير على اللوري اليوم القطاع الفلاحي قفز القفزة النوعية اللي قفزها للأسف شديد بعض المرافقين انت على القطاع الفلاحي ما نمشوش معه ونعطي لك بالأدل نعطيهم لك بالشعب واليوم في هذا المجال رايح نقول لك إعرانا نطالبوا كتيحاد كمختصين في القطاع إعادة الناظر في المنظومة القانونية اللي تحكم القطاع الفلاحي وهذا لشرط بطي كانت عندنا زراعة كلاسيكية اليوم ما تدهش وما تتعجبش عندما نشوفه بعض النصوص وراه خبير هذا الأستاذ اللي رأى معك خبير في العقار الفلاحي اليوم بعض النصوص في القوانين الفلاحية تعود إلى الرئيس الراحل هو ريبو مدين تاربع وسبعين تاربع وسبعين تاربع الزراعية مستحيل في ظل التطورات اللي حدث في القطاع في ظل التحولات اللي وقعت في السياسة الجزائرية وحتى في السياسة الاقتصادية اليوم ما زالت تحكم منها بعض وهنا العرقيل عندما نقول المنظومة الفلاحية اسمح لي اليوم المستثمرين كائن المستثمر اللي يجي بدراهمه لازم له لازم له إعادة الناظر وتسوية العقار الفلاحي بالدرجة المولى مكاش واحد يجي يحط المالايير تاعه حتى يقبل الملف تاعه لا 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 مكا لا يقبل ولا ما يقبلش مكاش واحد يجي بدراهمه ويخليهم في الشك إنسان جاء يخدم في مشروع معين يحب يكون مؤمن من طرف العقار فالعقار اللي يره رحله هنا العقار الفلاحي الثانين ضمانت التأمين فقط سلعجالي شكور يقدمها هاسمح لي اسمح لي تأمين هذا هل هو مسؤولية الحكومة نعم المسؤولية الفلاحين في حد ذاتهم لا هاسمح لي لا مكوة كبيرة اليوم العقار حتى باش تكون صورة واضحة فقط العقار الفلاحي من مهام الحكومة يعني تحط العقار الفلاحي في قوانين اللي تخلي الكليم دافار يعني كي سموه باللغة العربية يعني مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي يكون فاورابل الفلاح تخوف اليوم اليوم تخوف من طرف من؟ بإزالة التخوف نعم أسمح لي بإزالة التخوف من القوانين السابقة نعم لازم من إعادة النظر وإحنا مطلبنا ومطلب كل القطاع وهو قضية ندوة وطنية حول الفلاحة بسفتين عامة وحول العقار لأنه هو المصدر هو اللب نتعلم نكمل نكمل سمحني تفضل اليوم عندما نروح إعادة النظر في المنظومة الفلاحية رأس الكب وانتحها واشنه هو؟ العقار الفلاحي اليوم سيدي الفاظل كل الدول العالم عندها منظومة مصرفية خاصة بالقطاع الفلاحي إعادة النظر نعطي لكم حكاية فقط تصلي الحاج حتى المشاهد اسمح لي ربما أحياد الأسئلة التاعية تكون متتابعة ولكن كنتكلم على العقار الفلاحي نعم بالموازات مع العقار الصناعي لهم العقار الفلاحي تحت مسؤولية من؟ هل هو وزير فلاحة؟ الوزير الأول لا تحت مسؤولية من؟ كنتكلم على العقار الفلاحي سمح للعقار الفلاحي ثاني كنا عنده أراه اليوم موارث هل كين وكالة متخصصة في تسير ديوان؟ كين دووين نعم كين دووين كين دووين الوطني للأراضي الفلاحية وكين دوان الجديد اللي انتعى للجنوب لوداس والمشكلة أن العقار الفلاحي يضبطوه قطاعات مشتركة قطاعات وزارية مشتركة الداخلية المالية الفلاحة تجارة ربما تجارة صناعة لا خطير ثلاث قطاعات أساسية ثلاث قطاعات والداخلية والفلاح وفيه لجان وزارية مشتركة هاسمح لي هو تكلم الكسيد طهر كل رحوا للعقار الفلاحي القطاع الفلاحي هو المستغل بها نفضحه عنده الديوان انتعى الجنوب لوداس وعنده الوانتية الديوان الوطني الاراضي الفلاحية اللي رايحكم هو يسير في الاراضي اللي خرجت عن طريق لازيروترواديس هذه الاراضي انتعى الامتياز الفلاحي اللي خرجت عن طريق إلغاء القانون منتع سبعة وثمانين تساعتاش انتعى اليدروادو جويسانس يعني حقل ان الانتفاع يوم بالصحة هذه الوزارة انتعى الفلاحة هذا الميل الفهي عندما تديهم لتسوية عندها وزارة المالية اللي عندها ملكي الدولة عندها المحضر العقاري وعندها مصح الاراضي تابعين لوزر المالية وعندما نروح الوزارة الداخلية عندها السادة اللي ولت إذن العقار الفلاحي ما تتحكمش فيه وزارة الفلاحة وحدها عندها وزارة قطاعية اللي يشاركوا وهذا يسهل نعم من عملية تسيير العقار الفلاحي أو يسعى لا 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 ما أهحنا رأنا نقوله ما هي لا قضية شوف عندما تكون قتلك عندما تكون إعادة النظر في المنظومة الفلاحية اللي تتماشى والمتطلبات الحقيقية تعالي استثمار في القطاع الفلاحي كل شيء يصبح سهلا أنا ندير قوانين اللي تمشيلي اللي تسيير السيد الرئيس الجمهورية عندما يتكلم في ذنهارات عندنا حاجة ومنحش مش باش نقولوها كاين مشاريع كانت موقفة تحركت في هذه الأيام بعد الندوة اللي ندرت مع الولة والحكومة كاين مشاريع تحركونا ما تحركوش يعني كاين اللي كانت ورقة تخصه كان معا تطلو عشرين مليار و ثلاثين مليار المشروع انت عشرين ولا ثلاثين مليار يخدم لك ناس القيمة الموظافة الناس تسوري بعضها بعض إذن أنا موش هامني هذا اليوم كما رهامني اليوم العنوان انت على الحصة اللي رانا فيها وهو كاين اليوم توجه سياسي إلى انتاج عن طريق الجنوب انتعنا اللي تتوفر فيه زوج حواج سيد الفاضل باش نروح للزراعات الاستراتيجية اللي راه يتهلك الخازينة العمومية وهذا هو المطلوب هذا هو لبنموضع القمح الصلب القمح اللين الشعير والذورة والصوجة والكولزا هذه الكولزا والكولزا باش نديروا الزيوت لأنه كل عام رانا نجيبوا الزيوت من الخارج وعندنا الإمكانية نديروها عندنا الزورة لأنه راه عندما الخاوتنا في السهوب يقول لك الحم غلى والشعير غلى رانا نجيبوه من الخارج ويتعرض للتحولات تعال بورسة العالمية وتصبح الحم التاعك يخضع إلى تقلبات تعالى للعملة الصعبة ولكن القمح نفس الشي والقمح اللين نفس الشي ولكن السيد رئيس الجمهورية في البران اشتعوا اللي قال نمشي للسحراء ما قالش نمشي للخضراء قال للزراعات الاستراتيجية كنروح نشوفوا التكلفة التعالى الزراعات الاستراتيجية المائة يعني المالايير اللي راي تروح من الخازينة العمومية باش نجيبوها عندنا ثلثة حوية سيدي الفاضل وهكا راي ان شاء الله كاينة إرادة سياسية الارض كاينة الما كاين اليوم الدولة تروح للمشاريع الكبرى حل الطرقات والكهرباء الفلاحية اليوم العنصر البشري كاين المهندسين كاينين وصحاب الدرهم يدخلوا انا نقول لك والروح والحاجة انا نقول هالك ونعود هالك الروح بطريقة منظمة يعني عندنا الاراضي المياه كاينة في الصحران تعنوك الخبراء تعلمية كاينة ما عندنا كاينة هذه وكاينة بعض الاستثمارات اللي ما يقدرش المستثمرين ديرهم ما نغلطوش بعض النباط هي الكهرباء لانه غدوكي تحفر البير باشت بومبي وتزرع وتسقي المئات الهكتارات لازم تستعمل الكهرباء عندنا شقة طرقات لتسهيل العملية الوسائل العصرية هالي متوفرة اليوم متوفرة لانه بتتوفر بهذه اللي نقول لك عليهم لا وسائل نقصد لك وسائل انتاج اليوم القطاع الفلاحي في جاميع دول العالم نعم الماكينات في عصرنا في التكنولوجيا يا أستاذ صليع للنابي لانه علاش أنا شفتك في الحاج في تدخل من تدخل التاعك أنك تكلمت على المعيار ربما المرجعية أنه في الهكتار الفلاح الجزائري شحان يجيب مثلا أي مدى أي مدى في القمح مثلا في الحبوب في وقت ماضاء كنا نقولوا اللي يفوت خمسين قنطار في الهكتار يدخل في نادي الخمسين كل أبدو سيكون علاش باش لتحفيز المنتجين هل هذا النسبة أنت على خمسين في الهكتار لا سبعين تمانية عدد لبس به يعني في نظركم هذا شوف هذا بصفة عامة في المساحات الكبرى خاصة في الجنوب تحت اللي يستعملوا الرش المحور الرش المحور قلنا اليوم ندو الدرس من العنوان لأنه كان تعطيتنا عنوان لازمنا بقوم قيدين به قيدين بالعنوانيه العنوان ارتفاع الطاقة وارتفاع الحبوب قلنا ربما إذا ما يهمناش السعر يهمنا يبيعونا ولا ما يبيعوناش أطالت مدة الصراع رايح نقول له في من مد من بيعلكش كذلك اللي نتخوف منه أنا أكثر وهو أنه قادر قدوة لما يشتد الصراع ما بين أمريكا وأوروبا وروسيا يقول لك أنتا باش نتعامل معاك ما تتعاملش معاه شوف عندي واحد الملاحظة وهنا يقول للعقوبات مش على روسيا فقط عليك حتى أنت يعني يقول لك هيمانتا تطال خاصة شوف أستاذ نكمل واش قال الزمين وباختصار فقط عندما تتكلمت تفضلت مقبل وقلت كاب أبلشدو أكثر من ثلاث ملايين هي كثارة تاع حبوب ما نغلطوش نفسنا اليوم عندنا مساحات كبرى ولكن تخضع إلى الأحوال المطارية اليوم أنا يراني رايح نقول لك حاجة وباها نكمل الفكرة تاعي السيد رئيس الجمهوري عندما قال روح للصحراء وقال واحد الكلمة قال الروح للحبوب المسقية الزراعة المسقية كي تزرع مية تقطار ركضا من نشعال تجيب المنتوجن تاعك إذن اليوم التحدي الاقتصادي في القطاع الفلاحة وعلى الخصوص في شعبة الحبوب هي الزراعة الحبوب المسقية فقط سي الحاج هل قوة الاقتراح هذه نعم الزراعات المسقية نعم وكما تقول أنت الإنتاجية تكون فيها مردودية مردودية تكون مرتبعة بالمردودية هل الخطاب هذا موجه إلى المستثمرين الشباب موجه إلى الفلاحين موجه إلى مستثمر أجنبي خارج الوطن يقول أن مستثمر اسمعي يسمحوا لي إذا كاتيرا باش تشجع هاد الفئة اللي تروح باش تستثمر في الزراعات المسقية بالنسبة للمحاصيل الكبرى بصفتين عامة لكن ما يعانيه المنتجي الحاليين يخلي المستثمرين ما يجوش أولا بلا وثيقة ما عندك لا دعم حتى البونكا ما تمدلكش لا ترخيص الكهرباء الدعمت على الكهرباء ما تحصلش عليها ما تحصلش عليها يبن كائن كائن مستثمرين في سنوات رهم في الأرض ولكن ما يستفدوا منواله نقص الوثائق نقص الوثائق نقص الوثائق نقص الوثائق نقص الوثائق نعم وأنهم يعطوا اهتمام للليجان لأن الليجان لو كما يبروفوكيش الوالي ما تجمعش فعلا كائن الملفات اللي رها قاعدة في سنوات وكائن واني يتغير والي ويجي والي يقول لك على مخدماش الوالي قبل يخلي حتى نشوف والضحية شكون هو الضحية هو الفلاح الضحية هو المواطن اللي لما ينتاج ما يقواش القدرة الشرائية يتعوش لها بأسعار مرتبعة الضحية هو الأمن الغذائي زي الأمن الغذائي وإذا كان نحافظه على الأمن الغذائي لازم نتحفيزات فاش تحفيزات في الكهرباء وخاصة في الفاتورات على الكهرباء إنتين إما تجيسوني القاز تلقي القمح طالع وتقطع الكهرباء على الفلاح هذه جريمة في الاقتصاد وحدث هذا الأمر هذا حادث نعطيه لك موثق أنا نعطيه لك موثق تقطع على الكهرباء على الإنتاج جريمة في حق الاقتصاد إدي الفلاح للسجن وما تقطعش على القمح ثانيا سمح لي المنتوج تاع القمح معروف الفصل تاع الجنين تاعه إذن في جوية لما يديه للسيالان روح وخلص عليه ما يشي في نوفمبر قد قد كيبدا يطلع تكوبي عليه وجيبل وفاة ربع ربع مئة مليون خمسة مئة مليون ثلثة مئة مليون عندك عادي وما يدخل لوالي حكومة في وسط حكومة لوالي لوزير فلاح قال مهمكم اليوم كاتحاد لقد سمح لي سي الحاجة لأنه نقدم الكلمة الآن لا 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 خليني غير في عوجالة فقط في عوجالة باش برشكو رامبا باش مهنا من حقرش خوتنا شوف صبيعنا أنا عندما شوف الكلام اللي كان يقول فيه كان يكسبو كان يشرح في أمورات بالضيطاي أنا نتولت كلمات هني كنا لازم نعقب عليها ونشرحوها قلت ما موقع الإخوة والشابين في هذا الاستثمارات صح شوفها السيدي الفاضل عندنا اليوم رانا فيه واحدة الراحة اللي ما كانش عندباء مقبل عندنا أنطبلوتبور عندنا التجارب فاسدة مقبل يعني وما هيش ناجحة على الأقل ندوها كعبرة وما نعودوهاش وعندنا بعض التجارب ناجحة اللي نزيدو ندعموها أنا كنت نقول لك وهنا نحبس وقلت لك باللي نروحوا للاستثمارات في الجنوب الجزائري عنده ثلاثة ولا ربعة شورت والله غير ناجحة أولا يعني تصفية العقار الفلاحي باش يكون ستابل يعني يكون مستقر اثنين المرافقة البنكية ثلاثة دولة تدخل في المشاريع الكبرى اللي ما يقدر لهاش المستثمر هي الكهرباء اللي كان يتكلم عليها الأخ باش كل حاجة تديرها في الصحراء تديرها بالكهرباء وحفر الآبار العامقة باش نسقي عندما يكونوا هذه الثلاثة حواج متوفرين ويجي المستثمر أنا نقول الدولة اليوم راي حازمة باشكوا التجربة اللي فاتت شفنا ناس الدات بالخمس علاف بالعشر علاف اقتار دو دي زاريتي دو عقود امتياز ولكن بالخمس سنين بالسبع سنين صابوهم كيما تعطيهم لهم الدولة كيما اليوم لابد من تغيير القانو قالنا نعطي لك الاستثمار هالشورت رح تخدم كيما بعض الدول دايرة يعني تكون الحازم يعني الدولة تكون حازمة وصحك الفكرة بارك الله فيك بارك الله فيك نرجع عليك سبحانه سبحانه في الحقيقة الأمر لا وهذا هو البرنامج اليوم أنا حنا حبينا هكذا يكون تفاعلي وعلى برنا باللي الموضوع يأخذ أكثر من هذا الحيز بالنسبة للتحليل والنقاش اليوم مجال اختصاص نعم وحنا ثاني حطينانا بالفرصة بشي يتكلموا بكل أريحية وهذا هو هذا هو الهدف تعنا تكلموا هما ربما وين نسمع ليهم العقار الفلاحي ربما دارت كثير هذه الكلمة مسألة الكهرباء مسألة الماء والأبر الارتوازية مسألة ربما دخلت فيها مسألة التكنولوجيا الساق المحوري مسألة الوصايا التمويل كذلك الوصايا اللي تكلموا عليها الوصايا على هذا القطاع المهم جدا القطاع استراتيجي مرتبط بالأمن القومي سيهوري نبدأ تفضل مؤخراً كان قديما طبعاً لوليد خانشلا قيمة ومبلغ كبير قريباً قريباً يتقارب مليار دولار مليار دولار قدمت إلى خانشلا السكان خانشلا كان عندي اتصال هذا كل يوم معهم مع طبعاً إطارات النواب كذا كانوا يكلموني قالوا احنا بالنسبة للقمح نقدر نفر 40% في خانشلا فقط إذا ما صحرك خانشلا وفرنا العقود هناك إشكالية بالنسبة للخانشلا هي العقود الفلاحية في خانشلا نعم لأنه وعليش بكل صراحة لازم نطبقوا المبدأ للأرض لمن يخدمها ليس لمن يملكون اللي عنده ثيقة عليها يحكي مثلاً في المدة الأخيرة تم استرجاع حوالي 750.000 هكتار وهذا نقطة فقط لما نحكو عن إشكالية العقار ليومنا هذا طبعاً كانوا يطالبوا به طبعاً خلينا نقول لك منتدى يكون طبعاً في حضور كل الفعاليات فيما يخص القطع في العي باش تعطي حلول مرجعية بالنسبة لهذه المنظومة لأنه عانت منذ الاستقلال يومنا شفنا أنه قوانين الثورة الزراعية والنحي الأراضي الزراعية اللي فلان بعدها يمكن سرجاع وكالي مرجعون ثم حق الانتفاع حق كذا حق الانتياز إلى يومنا هذا لم يحط طبعاً مشكلة العقار لأنه تقريباً من كل صراحة شفنا أنه كثير من الفلاحين ولا شبه الفلاحين اللي اسفادوا من أراضي الفلاحية عمره مخدمها يكريها وعنده بلك عشر أو عشرين سنة عمره مخدم الفلاح في الموسم أو يكري في بعض الحالات نشوفه أنه يكريها بطريقة غير عقلانية أو يوماً ما تصبح بناء ترضاوية ربماً لما نشوف الشجرة أو يكريها قبل ما تنبت الشجرة هذه هذه إشكالية موجودة فيما يخص الجانب الفلاحي فيما يخص للمنظومة المائية عنا إشكالية كبيرة في منها محكمة على إيجيزي واتسوف لما نحكم موركلا وهنا طبعاً نحكي على حوض غدامس ونرانا من الموقع لما لأنه عنا ثلثين ليبيا عندها ثلث فقط ولكن شفنا ليبيا اسفادوا منه وداروا طبعاً نبحث عظيم بالنسبة لهم وداروا إنجازات فيما يخص العملية وإحنا في هذه المنطقات تقريباً عزلة لما تشوف نعطيك مثال في إيجيزي وأنا عشت بتجربة أنه لما تحفر ثلاث متر تطلع علماء برك ثلاث أمطار تطلع علماء هذا في إيجيزي في إيجيزي ومنطقة خصبة جداً ولكن الإشكال الموجود لأنه لازم نظهر الإشكال بالنسبة للجنوب منتاعنا هو مشكلة سويق للإنتاج لأنه الجوف اللي حي مثلاً في أمان أدراء وواستثمروا ثم وخرجوا بمنتوجات نقول لك أنا ما توقعهاش من حيث الكمية من حيث طبعاً كبر التاحة من حيث نجاعة الفلاحية ولكن الإشكالية أنه العمل للسؤول يوثر للإنتاج وبعد العمل الثاني عنده إشكالية في تسويق لأنه طلب الإنتاج في إيجيزي طلب صغير فقط هنا نحكو على استراتيجية بالنسبة لعملية تسويق المنتاج الثانية نعم في عين صالح ولا في أي مدينة دايدة في الجنوب لكن بالنسبة لحوال المحاصيل الاستراتيجية عندها طبع آخر في النقل نحكي على بالمحاصيل والزراعة استراتيجية أنا نقول لما لا طبعاً نوظف هذه المياه المتوفرة في الجنوب قلت لك نحكي ثلاث ولايات الواد إليزي وطبعاً كذلك ورقلا مساحة شاسعة لطبعاً الجنوب الغربي تقريباً جهائلة ومروحة أخرى وخلها طبعاً وخلها القطاع الفلاحة تقصد نقص الاهتمام من الحكومي لقطاع الفلاحة لا نحن في وقت نحن في وقت يعني نسألك سؤال السيد الغواري أسمح لي في أي مرتبة اليوم تأتي الفلاحة في الجزائر من حيث الاهتمام من حيث التمويل من حيث لا نحن في وقت هو مفروض الفلاحة تكون بكل صراحة نحكي على الفلاحة كقاطرة نحط الفلاحة لا ما نحكي لا تحكي ليش عن نظري نعم نحكي لي اليوم عدنا اليوم شوف تعددت البرامج وتعددت الخطب واليوم غذائنا مش بأيدنا يا جماعة الخير غذائنا مش بأيدنا لأنه ما دامح لناش المشاكل المرتعلقة بالفلاحة قلت لك أنا العقار الفلاحي تمويل طبعاً القطاع الفلاحي مكننا مثلاً بالنسبة لي قطاع اللي حكو استراتيجية تتضل مكننا هنا قلنا أنه عندنا قوانين مثلاً عندها أكثر معاشرة صنوات ومرسيم تنفيذها مكاج وبالتالي أنه حتى لما يجي الشيخي اللي حكي لها الماكينة بالنسبة لي العمل الفلاحي ولكن ما يقدرش يستوردها طيب دكتور كان إشكالية فيما يخص القوانين وصلت الفكرة ربما الأستاذ بن عزوز عنده إضافة تفضل شوف أنا بالنسبة لي عندما نتكلم على استراتيجية من هذا النوع هي استراتيجية كلية لازم نفكر دائماً في جانب كلي أو دراسة كلية أو رؤية كلية إن ساحة تسمية لأن الفلاحة هي ليستياسة وزير معناها معناها يكفي الوزير وأنه يدخل ولكن هي إطار هي جاء في إطار عمل حكومي حكومي كامل معناها كل ما يخص الفلاحة هي تخص الحكومة كل ما يخص صناعة الحكومة لا يمكن فقط يعني يعني العلعب هذا يكون على وزير فقط في وزارة حكومة وبالتالي أننا نتكلم على السياسة العامة المرتبطة بمنهج اقتصادي محدد بين واضح نرجع الآن إذا تكلمنا على أمرين بالدرجة الأولى وهي الفلاحة والطاقة لأنه هم المهمين أساسيين اللي يمكن أننا نفكر في مداخلهم اليوم على مستوى الطاقة الجزائر الآن تنتج حوالي 939 ألف برميل في اليوم وطبعاً وهي في جزء 937 ألف برميل 939 ألف برميل في اليوم تنتج نتكلم على الإنتاج إذن الإنتاج هاليوم طبعاً هذا عندما نمشي أنه نخدم منه 55% كاستلاك محلي ما بقى ما بقى تحوالي هذا الرقم هذا اللي قدمته أستاذ هو خاضع لتخفيض الإنتاج من طرف أوبك بليس لا تخفيض الإنتاج في المرحلة الأولى ولكن في المرحلة الثانية لأنه زادت الإنتاج بـ 400 ألف زادت 400 ألف 400 ألف ليس للجزائر فقط لا 400 ألف توزع توزع على 30 ألف ثم 20 ألف توزع توزع على ما يسمى بـ 30 ألف وصائية سابقة كالجزائر تصدر أكثر من مليون برميل يومياً مليون برميل ولكن اليوم القدرة الإنتاجية لأن المسألة لا يتعلق بالأسعار بقدر ما يتعلقها بالقدرة على الإنتاج القدرة على الإنتاج هنا الجزائر الآن عيشها مشكلة قدرة في الإنتاج ليس لسا في القدرة على القدرة السعرية معنا في قضية أسعارها ترتفع ما ترتفع باش وخطلك الآن 55% منها يستهرك محلينا وش محل بقى؟ 45% ربما أن ما نصدره في حدود 300 ألف 300 إلى 400 ألف هذا هو الإشكال الأول يمكن أن نجو الآن إلى الإشكال الثاني وهو قضية الزراعة التي تتكلم عليها جماعة يعني ربما نكون من بين الدول التي يمكن أن ندير نهضة في هذا القطاع نعطيك على سبيل المثال عندنا 42.5 مليون هكتار هذا يعني على مستوى الفلاح المستغل حوالي 8.4 مليون هكتار نصيب الفرد من مساحة يعني مساحة لكل فرد تعاد حوالي 0.4 مليون هكتار بمعنى أن المساحة المسقية تمثل 12% من الفلاحة من الأراضي المستغلة إذن هذه المعطيات قدرت حقق نسبة ضائلة جدا أكيد نسبة 12% المستغلة هذا يعني المسقية المسقية نعم نحن الآن عنا يعني 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 مياه جوفية اللي الآن لكاحتياطي ربما ربما يعاد القارة يعني فيما خص ما نمكنه ما هو موجود جوفي معناها الشيء اللي يتكلم كان يتكلم وليه جماعة في قضية مثلا زراعة مثلا المنتجات الخاصة باللحوم والشعب الأخرى المرتبطة بالحبوب بالأخر هي يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع التي نعيشها الحاليا ولكن إذا كان ولكن أستاذ سمح لي ومع ذلك ومع ذلك الوكالة الوطنية للمياه عندها خارطة نائية تقول لك في المنطقة الفلانية من مدلوتوريزاتيون دفونساج دفوراج سي لا نراش كي تسيد الوكالة الوطنية للمياه الوالي سني القرار بعد ما توافق الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية علىها في بعض الأحيان احنا ما طلبنا قال ما توزعش الأراضي ما تقول ليش عطيتك 5000 أكتار كم أعطيتني ماء لأنه لما تعطيني 5000 أكتار ولما نروح عند لا نراش باش نجيب الوطنية يقول لي ما نعطيك يقول لي في المنطقة ديك عندي غير 2000 يوقع الإشكالة سمح لي وإحنا عدنا في الملجان بالتقنية عندك 1 لتر سيقون طار أكتار يعني لانا وعندك 7 مليار أكتار مياه جوفية فيها 2 في الشمال و5 مليار في جنوب نحضر لك على لا نراش بصفة عامة لو كموش للقرار السياسي في الجفاف أو الله واحد ما يديه طوري هذه زون روج وهذه زون مش عارفوات وهذه زون كذا وهذه فيها تحت سلطة الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية للمياه لا أنا راش أعتذر منكم أساتذة الكرام لأن الوقت الجزء الثاني انتهى لا تبتعدوا كثيرا أعزائنا المشاهدين دلقاكم في الجزء الثالث من هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم مجددا في الجزء الثالث والأخير من برنامج المؤشر الاقتصادي قناة الوطنية عدد اليوم كما أسلفنا واذكرنا كنا نقشنا فيه حول ربما الموضوع الساعة التبعات الاقتصادية والأثار الاقتصادية لما يعانيه العالم وما يترقبه العالم خاصة في الظرف الحالي من وجود صراع بين روسيا وأوكرانيا الكل يترقب نوعية هذه العقوبات كيف تؤثر هذه العقوبات على روسيا على أوكرانيا ما مصار العلاقات الاقتصادية في المستقبل القريب والمستقبل البعيد وبطبيعة الحال كنا قد تطرقنا إلى مسألة القطاع الفلاحي لأن اليوم الكل يتكلم عن الحبوب عن القمح عن ارتفاح هذه المادة الحيوية الاستراتيجية وبطبيعة الحال الجزائر معنية كغيرها بل أكثر من دول أخرى بهذا الموضوع اليوم من لم لا يملك غذاءه لا يملك مصيره وهذه ربما مقولة تستحق اليوم أنه تقال في هذه الأيام غير أن الوعي وإدراك الجميع بكل هذه المحددات والمتغيرات يعطي نفسا طويلا ونفسا قويا حول جدية الموضوع والاهتمام بقطاع الفلاحة وهذا ما سنتناوله في الجزء الثالث من برنامج اليوم ونعود لك سيهواري دكتور تقريبا اليوم تكلمنا عن الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة وتكلمنا على بالمقابل ارتفاع أسعار القمح هناك تزامن يحدث ربما استثناء هذه المرة ارتفاع للطاقة وارتفاع أسعار نفرح ربما للأولى ارتفاع أسعار الطاقة ولكن لا نفرح كثيرا اليوم كما يقال قالي أستاذ طاهر ربما بعد مدة تجد أن السلاح يباع ولكن القمح غير متوفر وغير موجود ما رأيك في هذه الأوراق الضغط هذه اليوم هل يمكن بأي درجة يمكن التحكم فيها جميل نحكي عن الأمور ولكن لازم نحكي عنها لأنه نحن نعرف ما هي المواد التي نصدرها طبعا نحن نحكي عن المحروقات وخاصة البترول مثلا الجزائر طبعا ليس بدولة بترولية لما نشوف نقارن الجزائر مع طبعا سعودية ومع طبعا قطر ومع كثير من دول حتى لما نشوف مع كثير من دول لما نشوف أنه مثلا قطر عندها نفس القيمة التي تصدرها تقريبا لمليون ولكن سكان قطر طبعا هي جميلة نسمية ولكن سكان الجزائر هي طبعا 40 مليون وبالتالي لما نشوف أنه مقارنة مع التصدير المات نصدر بارابور أو بالنسبة للشخص الواحد تبقى طبعا ضعيف وبتالي أنه المداخل المحروقات الممكن جدا حوله بالنسبة لنا هو طبعا دولة غازية كيف يمكن السيقطة في المراحل القادمة كثير من المنبيلها مثلا نبوب من مثلا نيجيريا الجزائر ونيجيريا نيجير طبعا الجزائر وكثير من لأنه شفنا كثير من استراتيجيا لترمية قطاع المحروقات في المرحلة وطبعا شفنا لما نشوف نجلس وزارة الأخراني اللي كان يأسس كثير من نقل لأنه لم نتعرف في المراحل السابقة ولما نبني في المراحل السابقة مثلا بالنسبة للغاز السيل لأنه هنا بالنسبة للغاز المسال مشكلية فيما يخص تخزين في المراحل السابقة إذن هناك استراتيجية كبيرة وبحث كبير ويعادت النظر حتى في الأنابيب وكذلك بالنسبة لي خلينا نقول لك الاستغلال وكذلك يعادت النظر بالنسبة لي عملت استكشاف كذلك لأنه لاحظنا أنه عملية طرقت لأنه شفنا القيمة نتاعنا والقيمة نتاع المنتوج هذا في السوق العالمي وبالتالي كان عندنا لأنه طيّعنا في المراحل السابقة كثير من الوقت فيما يخص مثلا الغاز وإنتاج الغاز والاستكشاف في الغاز والاستغلال في الغاز وكثير من الأمور كانت موجودة عن الجزائر طبعا ربي سبحانه الله عبنا بها ولكن ما قدرناش نعطي قوة طبعا بيترولية قوة خلينا نقول قوة غازية في المراحل السابقة لقوة كما قال الأساتي المقبل ضرورة أنه نستعمل هذه القوة طبعا خلينا نقول لتحديد استراتيجية لقطاعات وزارية مهمة لأنه أول قطاع نشوفه بالنسبة لبناء نموذج استغادتنا هو قطاع الفلاح لأنه نقول لك إذا وصلنا إلى ربعة مليون هكتار في الجنوب وطبعا نوفرها كاينة المياه كاينة الإمكانية كاينة ولكن لم نحدد طبعا في المراحل السابقة لإستراتيجية لتنمية غذائية باش نقضوا على المشاكل اللي موجودة لنحكو على اهتمام اليوم موجود نعم موجود اهتمام في فلاحة موجود ولكن لازم تكون مش فقط الإرادة السياسية كاينة ولكن لم نؤسس إلى منظومة عملية لأنه إرادة السياسية شي والمنظومة العملية شي لأنه تحتاج كثير هذا المنظومة؟ أنها تحتاج طبعا تحتاج لي وكونا هذه العلاقية لمدة عشرين سنة باش تكونت هذه طبعا التراكمات نعم طبعا تراكمات اللي كانت موجودة بالنسبة لي للمنظومة كانت منظومة علاقية في المراحل السابقة سوء سياسات أم عدم استغلال فرص أم طماطل أم اتكال على المفط والمحنوقات نعم لأنه كنا في المراحل السابقة ولما كانت سعار مرتفعة وكانت خلينا نقول لي حتياطة الصرف كبيرة تكنها على الجانب هذا لم ننمي قطاعات وحدة أخرى لأننا نحكي على قطاعات سراتيجية كما قال سي محمد القطاع طبعا زراعي مش وحده مرتبط بقطاع صناعي لأنه نحكي لسناعة حولية مرتبط بقطاع الري اللي يجب أن نرافقه مرتبط بعدة قطاعات لازم تكون منظومة لترقية هذا القطاع وطبعا قطاعات وحدة أخرى لأنه الإشكالية حتى في القطاع الأخرى لأنه نصدر منتوجات خمى إذن لازم نؤسس حتى لما نحكي على خمس ملاير هي طبعا منتجات خمى أو طبعا نصف مصنعة ولكن هل هي مصنعة أو هي إنتاج نهائي طبعا لا بقطاع الاستثمار العمومي في هذا الجانب أظن أنه لا الاستثمار موجودة في الجانب ولكن غير كافية الاستثمارات العمومية لما تخصصه الدولة من إمكانها غير كافية موجودة ولكن لم نحدد استراتيجية طبعا واضحة المعالم بكل الشفافية لماذا؟ لأنه فقط سيد الهواري أنا ما يؤلمني اليوم تكلموا جماعة عن البئر الارتوازي مثلا هكذا الأبر الارتوازية كما قلت خمسة لاف هكتار ماذا يسمهم بئر؟ عندنا ونرجع لكسي الهواري عندنا ريتلا في الثانية معنىها خمسة لاف لتر في الثانية كم بئر تحتاجها؟ لا تسمح لي على حساب العمق تختلف من منطقة إلى منطقة كالي عنده العمق على ميتين مترا وكالي عنده على ألف مترا وكالي يختلف يعني ربما بئرين ثلاثة أبر تكلفة البيئر الواحدة كم؟ تختلف من منطقة لا ربما في المتوسط لا في المتوسط لأن الفكرة التاعي اللي حبيت نوصل لها جنوب الغربي إلى جنوب شرقي نعم أنا الفكرة اللي حبيت نوصل لها أنه البيئر الارتوازي في الجزائر ما يفوق المئة متر فهي ذات تكلفة تتكلف هل يوم التكلفة اليوم تفوق المئتين مليون مثلا تفوق المئتين مليون هل يتحملها ربما شاب مستثمر في لاحي مع ليش مشتاح مشتاح في هذا المجال ويسمح لي الأستاذ أنا كنت قلت لك كبيلة كاين بعض الأشغال اللي تديرهم الدولة اللي عتقنتها لتهيئة الاستثمار في المناطق الوعرة وهذه الأشغال المقننة كلامك هو كبير أسي محمد فضل صلع لنا علي الصلاة والسلام الاستثمارات في الصحراء أرأي صعيبة باش نكونوا الناس موضوعيين ماهيش نفس الظروف تع الشمال واحدة هاني جايك ومن ناحية التكلفة تكلفة في الجنوب تكون أكثر أكثر بكثير والعوامل فرق هذا شكو يتحملوا عوامل شوف الفرق هذا شكو يتحملوا السيطان لحد علاهرة كان يقول لك لازم استراتيجية بعيدة المدى لازم علاه قلنا ندوة وطنية حول القطاع باش هاد النقايص اللي كانت بالسابق نتجنبها ونشوف ماهو اللي كانت بكريتا على الطرنسبور ما كانش درك يعني تدير الفلحها في بليدها وانا نديرها في عين صالح لنقل هادك على عاتقي لا قبل المنتق يا نقل التكلفة بكل صراحة وهذا اللي همني هذا هو التكلفة على عاتق لما ننتج في الجنوب إذا حبينا نصدر هذا المنتج في الجنوب رح يصقى مننا غالي معناتها لا يمكن لأنه نحتاج الميزة التنفسية بالنسبة للغة الاقتصاد معناتها تقريبا أسعار ثلاث مرات معناتها لما تنتجها في متيجة بسعر واحد دينار اللي تنتجها في الجنوب تقريبا ثلاثة دينار وبتالي أنه الميزة التنفسية بالنسبة للشمال والجنوب وعليش اللي تنتجها نسمع في المراحل الأخيرة مثلا بنا طبعا خمس مناطق صناعية في متيجة ويندل هذه المناطق الصناعية ويندل هذه المناطق ويندل هذه السكنات لأن أنت لازم تكون خريطة متكاملة طبعا عندها استراتيجية بالنسبة للقطع هذه المناطق الصناعية هي تحتاج عقار صناعي أكيد والعقار الصناعي عقار فلاحي العقار معنات رأنا كأننا نحول الإنتاج من الشمال نهرب هذا الإنتاج من الشمال إلى الجنوب بتكلفة طبعا جد مرتفعة ربما توفقني أستاذ لو تكون فيه استراتيجية في هذا الباب ممكن قال تكون فيه مرتوضية وتكون فيه نتائج طيبة أما لما تكون الأمور غير مدرسة فهنا الإشكال تفضل نحن نطلقنا من نقطة ارتفاع الطاقة والقمح بمعنى أصح نحن أمام درس لازم نستوعبه في أقرب وقت نتمنى إن شاء الله الأزمة ما بين سوريا أوكرانيا ما بطولش لأنها إذا طالت العالم كامل يتعطر والدول خاصة دول ضعيفة دول ضعيفة يقصد روسيا ونعم روسيا لا روسيا روسيا الحرب الصراع والأزمة ما بين أوكرانيا وسوريا نتمنى ما بين أوكرانيا وروسيا نتمنى ما تطولش لأنها إذا أطالت الكل يدفع السمن لكن هنستدرت اللي نستوعبوه هو ما هي الحلول الاستعجالية باش نوسع الرقعة الفلاحية خاصة في الجنوب بالنسبة لي المحاطير الكبرى أولا لو كان ما نردوش القيطاع في هذا الظرف قيطاع استراتيجي ذات سيادة يضخ بالأموال اللازمة للدعم لأن الدعم قيم عدو المجاورة لنبعاد دول اللي أقل منها ينتاج في الطاقة عندها 30% دعم إحنا ما زال ملحقناش لعشرة في المئة وبالتالي لازم الوزارة أو القيطاع يكون قيطاع سيادي على الأقل في المرحلة الحالية كذلك إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة ما تعلق بالعقار الفلاحي علاش باش نسهلوا الحصول على الوثيقة اللي تمكن المستثمر باش يستعملها في كل المعاملات نتاعه في الوثيقة مسألة قانونية أم إرادة سياسية نقصد العقد نقصد القرار على حسب القانون استصلاحها وقرار إذا كان قانون امتيازها وعقد الإشكال هنا هل هو مسألة قانونية بحتها أم مسألة اتخاذ قرار سياسي يعفي هاته الفئة من الحصول على هذا الترخيص أو هذا العقد أو يسلمها العقود بصفة مباشرة ونهائية حتى يستفدوا من هذا المشاريع على كل حال قلنا لا بد من القطاع أنه يكون قطاع سيادي وتدخل أموال اللازمة لكي نساهم في الرفع من القدرة انتاع الإنتاجية كذلك إعادة النظر في المنظومة القانونية العقار الفلاحي الهدف منها واشو هو تسهيل الحصول على الوثيقة للمستثمر أو الفلاح كذلك توزيع المساحات الكبيرة حسب الإمكانيات المائية باش ما نستضمش مع الوكالة الوطنية للمياه يكون بالتوازي لا لازم نقسم الماء ما نقسمش الأرض إذا عطيتك ألفين كتار راني عطيك ألف لتر ثانية معنى لا نراش في الخريطان ما تقول ليش ما نعطيكش باش تحفر البيان يعني ما كانش الماء ما كانش وكاينين راحوا ضحية هذه 750 ألف أكتار اللي تم استرجاعها ما خدمش لأن لا نراش ما عطيتوش لوتوريزاس قدت له في الزون هديك سبقك إكس عطينا له بالنسبة لي ما نقدرش نعطيه لك إذن لو كان كان فيه انسجام ما بين الوكالة الوطنية للمياه وكذا القطاع الفلاحي والداخلية وكل من يعنيهم الأمر أننا لما نجي نوزع نحط الخريطة المائية قدامي ونمدلك الماء ما نمدلكش لارد هدي بالنسبة للمياه النقطة الثالثة النقطة وهي إيصال الكهرباء للمجمعات والمحيطات الفلاحية لأنك يجي مستثمر يحط تعطيله هو الأول تعطيله مثلا ألف ولا ألفين كتار يجيب الكهرباء وحده ومبعد اللي يجي وحده هو 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 يتحملهم إذن مسؤولية الدولة أنها تجيب الكهرباء إلى المحيطات والتجمعات الفلاحية كذلك المسالك الفلاحية لأنها جماعية تضمنها الدولة وحث المنظومة المالية للتعامل مع القطاع بجدية لأن البنك اليوم يشوف يروح لما يتعامل مع قطاعات أخرى أسهل وأضمل هذا كذلك وإذا تعاملنا بهذا النقاط تعطيناها الأولوية تاحها رايح نصله الأمن الغذائي ونقص في التخوف من شيء كما يصير كما هذا والأمن الغذائي يعني السيادة الوطنية سيطار ثم كإتحاد بلورت خطة عمل في مشروع في أفكار في عجلة فقط بلورنا في عدة مناسبات بالأمس كنا الوزارة في لحة لا نقول لك أعطيها السيادة لما يتعلق الأمر بالتمويل لا حول ولا قوة لها السيد الوزير في لحة يسمع لكم في هذا يسمع نا وإحنا في نفس متفتح على كل أفكار أنا وزير في لحة إحنا في نفس الفلوكة لا توم كشركاء لا نحن قادرين في نفس الوقت تتحولوا كنا قاضيين دافعوا على مجموعة كبيرة من إحنا كين دافعوا ندافعوا ندافعوا على القطاع لأن لما لما ما تعطيه لش الأموال كيف يديلك وزير الفلح وزير الفلح كيف يديلك لما يقع لك مشكلة معالي دومان ما يش وزير الفلح لما يقع لك مشكلة في التسويق ميش وزير الفلح لما يقع لك مشكلة في الحليب في الاستيراد وزار التجارة فعلا دونك الوزارة الأخرى وزير الفلح هرها ضحية كما احنا الفكرة وصلت سيد طهر نمشي لك دكتور عزوز نعم عفون ربما سيد بن عزوز تكلمنا عن المشاكل ربما تكون عصيبة مع تقلب الأسعار مع ارتفاحها مع تقلب الأسواق كذا مع ارتفاح مسألة الشحن تكاليف الشحن اليوم كل هذه مرتبطة مع بعضها الحلول ممكنة لاقتصاد الجزائري اليوم في عجالة شكرا ربما كانت السياق الحديث كله مرتبط على أساس فقط الحبوب والفلاح عليس الحبوب فقط جمعة بالمواد أكيد وكلها استراتيجية لا نعم 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 كانت تركيزنا عن الاهتمام العالمي في المجال الإعلامي ويتكلم عن ارتفاع أسعار النفط من جهة وارتفاع أسعار القمح عندما أشرت من الأمن الغذائي فقط قلت أن الأمن الغذائي لا يتوقف فقط عن عبوب يتعدى هذا فقط حبيت نشير لهذه الفكرة قلت احنا عنا تجربة تجربة قاسي طويل درناها في فترات سابقة وطبعا لفترة هذه التجربة كانت ناجحة وراقية جدا طبعا كانت إنتاجها طويل طويل إنتاجها طويل وأيضا تعلمنا منها أن الإنتاج نقسمه على مرحلتين يمكن أن بدل فترة واحدة الإنتاج يكون فترتين وهذه تعتبر من المزايا النسبية الموجودة يمكن تحقيقها في جزائر يمكن تحقيقها نعم يمكن تحقيقها مرتين في السنة مرتين في السنة وأن في السنة الواحدة حصدنا مرتين معناها أن تجربة كانت لا أيدها طبعا لكيلومترات ما يشف فقط قلت لكيلومتر واحد ولهذا فأنه لو نرجع نعود إلى هذه التجربة ونستغلها أكثر راح تكون تعطينا تعطينا مردود إذن هذا هذه عملية مهمة في مزال الأمل الغدائي باش ما نقوش راهينا للطرف الأجنبي طبعا ونخضع أسعار مرتفعة ونقدر أن نقص الفاتورة في هذا الجانب عندما تعرض السادة إلى الأمن الغدائي اختصار سادة دكتور بن عزوز أنا في هذا السياق نقدر نخلق شعوب كثيرة خاصة بالزراعات أخرى مثل المرتبطة باللحوم المرتبطة بالعلاف إلى آخر هذه يمكن نستفد من تجرب الخارج باش نقدر نقدر نقيم أو نؤسس هذا النوع من المنتجات ليمكن أن ندخلنا نقص الفاتورة لدينا لأن كل منتجات التي تأتي من الخارج ومدخلاتها طبعا كبيرة جدا يعني هي عندها مدخلات وذي مدخلات مسألة التمويل نعم مشكلة كاتيكلفة كبيرة باش نقدر نقص من هذه المدخلات حينما نعوضها نعوضها بمنتجات محلية سواء كانت قطق الوحوم يعني زراعة حبوب أو زراعة منتجات أخرى أو أعلاف أو كذا إلى آخر ونقدر تشغل جد عاملة أكبر فقط أنه هذا القطاع الفلاحي يعني يعني عاش الويلات أنه عندما يفكرون به لا يفكرون به أنه لا بد أن يحصنوه والله هيكلوه هيكلة سليمة ولكن دائما يؤخذ بسياسة لا تؤدي إلى تأمين الغذاء وهذه نحصل هذه النتائج التي موجودة اليوم ولهذا أنا فكرت قلت السياسة السياسة الزراعية لا تعني وزير الفلاحة بالضبط لا تعني مؤسسة القطاعات كل الحكومة كما أشار الزميل سابقا كل الوزارات القطاعات أخرى لها عندها ارتباط ارتباط مع الفلاحة سواء كانت تجارية سواء كانت تحويلية في الصناعة الغذائية أو قطاعات أخرى ولهذا مفروض يعتبر هذا امتياز أما ماذا لو اسمع لي الدكتور معليش تكامل ربما معك في الفكرة ولكن ماذا لو اختصر كل هذه الصلاحيات اختصرت في جهاز وإدارة واحدة تعنى بهذا الاستراتيجية وبهذه السياسة فقط يمكن سؤال يطرح فقط يمكن وليما لا طبعا هذه تجارب تأخذ اليوم ونستفيد من أخطاء سابقة دكتور بن عزوز شكرا وصرت الفكرة جعلاني الحاج ربما وصلنا للختام وتكلمنا كثير في التحديات في المعوقات في المشاكل في الأسباب وكلها موضوعية تكلمت وتكلم سيطهر بسفتكم كأقرب للفلاح أقرب للقطاع من ناس أخرين وتكلمت بكل موضوعية وفعلا كان كلام صحيح وواقع ومنطقي اليوم شي هي الحلول اللي ربما تقترحها نعم شوف أول أننا ربما عندي الحظ أنني الآخر نستخلص من نقاش تعصحابي ومن الواقع أول أن المستثمر لازم يكون هو آخر حلقة اللي يروح يستثمر واش لازم منه المستثمر شكون المستثمر يجيب درهمه ويروح يستثمر في مادة ما كان يتكلم من الأخ قال بالأمن القومي في الغذاء موش غير القوم حرد عليه سيد طهر قال اليوم الموضوع حتى اليوم في البرنامج وذلك نبدأ لك في تحليل تاي حتى اليوم في اختصار سي الحاج حتى اليوم البرنامج اللي حطته رئاسة الجمهورية سيد رئاسة الجمهورية مع الوداس يعني مع الديوان هذا التعلل للزرعة الصحراوية الأولوية هو القمح كمادة استراتيجية لغذاءتها الجزائي نعم هذا متفق فيها طح أنا اليوم واش رانيح رح نقول الخو شوف أول أن اليوم لازم علينا من هذه الأحداث اللي عشناها سواء أنت كورونا أو علمتنا شوي سواء أن اليوم الحرب ولا للنزاع اللي رح صار في أوكرانيا ما بين الروس اليوم هذه الأحداث لازم نستفيد منها ونتعلم كيف ندبر أمورنا الاقتصادية الغذائية بطريقة اقتصادية مع استغلال كل الإمكانيات الموجودة في الجزائر وهذا أنا عندما وضع برنامج ذات أولوية استراتيجية مضبوطة من جميع الجوانب الكلام تقصد برنامج تابع القطاع الفلاحة فقط أو برنامج حكومي أنا جايك أنا كنقول البرنامج القطاع الاستثمار في القطاع الفلاحي كاين عدة قطاعات تدخل معنا بلمزيتنا تدخل الصناعة في الكهرباء تدخل المالية في البونوك تدخل الصناعة في ميزونغري تدخل الموارد المائية في المياه يدخلوا معنا الأخوة التعوذات الداخلية الأشغال العموية واش كنت نقول لك أنا قبيل أنا ديرهم ليه ندونها يا سيدي الفاضل عندي أنا انتبعت جارب بعض الدول اللي دارت استثمارات كبرى اليوم ما صر هي دارت أم مليون كما يقولوا هما مليون فدان في الجنوب المصري حطت اليوم الحكومة المصرية حطت كل الإمكانيات شكاين بعض المصري في اللي ما يقدر الهاشر يتكلموا عليها كإنجاز وهي البنية التحتية الطرقات الكهرباء وعلى الخصوص اليوم عندنا الحمدول لها الحكومة تعني دار الكهرباء الريفية وكذلك حفر الآبار أنا قبيلت لك كين ديروا هذا الثلث شهرات الأرض كاينة المياه كاينة نزيد نجيب له الكهرباء اللي بيها نخدم يا سيدي الفاضل العنصر البشري عندنا أحسن عناصر وعندنا كذلك اليوم المستثمرين كي يطلعوا يطلعوا يخدم وما نخليلوش نقطة اللي غدوا يقول لي عندي أني شك ويحتجع لها لأنه التجربة تعني اسمح اللي يفتنى فيها أنه بعض الناس كان يتكلموا الطهر كي راح طاولوا خمسة على فقطار والأبر الارتوازيات روح غير الميتين أين هي الدراسة إذن أنا كي يقول لك باللي لابد من دراسة من جميع الجوانب وندخلوا الاستثمارات وعندنا الحظ أننا التجارب اللي فشلت المرة اللي فاتت ما نعودوهاش عندنا التجارب نحي جهت نزيد وندعموها وعلى بركة الله إن شاء الله تعالى سيطاهر كلمة ختمية لكل حال نشكركم على الدعوة أفتونا شكر لكم وصول لكم إن شاء الله يفيدونك في القطاع انتعنا ما نتمناه باش ندوا الدرس من ما يجري حاليا حول العالم ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح إن شاء الله حين تعنا لقناتكم للأسد والنجاح نتمنى والنجاح لكم إن شاء الله ورب يوفقكم بارك الله وفيك إن شاء الله شكرا دكتور تفضل نقطة مهمة جدا مذكرناش هي ضرورة المراحل القادمة استقطاب استثمارات أجنبية في ميقصة القطاع لأنه نحكي على طبعا زراعة استراتيجية كبيرة لطبعا ملايين اكتارات في الجنوب وكان هناك بعض دولة رائدة في ميقصة العملية وطبعا تحويل تكنولوجيا تحويل كذلك كما كنا وفرض طبعا القانون استثمار خاصة في الجنوب هذا هذه إشكالية لما نحكي على قانون استثمار نحكي طبعا الشباك الوحيد لحل جميع المشاكل بالنسبة للفلاح في إطار هذا الشبا الشيخ نقطة حساسة في عجالة في عجالة لأنك راح تاخدوا شيئا من وقت الدكتور من عزيز شوف أنا أولا كما كان يقول آخرنا شكركم وإخواننا اللي استفدنا منهم اليوم من ناحية الشكر موصول لكم شوف سيقا صديم رباح لله رحمه برحمة الله كان وزير في لحفل خمسة وثمانية وثمانية كان عنده كتاب حطه فيه ظهره اللي عنوان تعلي كتاب يسمه حرب البذور اليوم اللي ما يتحكمش في البذور راه راهين لنسخرين نطلبه من المعاهد انتعنا احنا لازم حتى الدولة انتعنا نروح للبحث العلمي نقطة مهمة المحافظة على السلالات السلالات الجزائرية اللي هي تقاوم الطبيعة يعني اليوم حرب البذور اليوم العودة إلى انتاج البذور للتخلص من تبعية نقطة مهمة تعالي اشكرك تفضل سيد دكتور بن عزوز والله انا اشكركم طبعا على هذه المجال التي سمحنا منقشة هذا الموضوع بالذات الحساس الاجتهاد هو كل كل الأفراد معنية ولهذا قلت الآن قطاع الفلاح لا يحتاج إلى سياسة خاصة ولكن يحتاج إلى سياسة عامة هي بس تكفل بكل النقاط اللي هي مرتبطة به ونحن وعدنا إمكانيات وعندنا قدرات في الصحراء يمكن أن تقوم بما تريد وأن تقوم به ما موجود منها موجودة المناخ أيضا قادر باش يمكن أن يقدم لك بدل الإنتاج إنتاجين فقط فقط الاستثمار والاستثمار لغير بارك الله فيك وأنا بدوري أشكر ضيوفي يا كرام على هذا التحليل على هذا الإبداع على هذا الاستشراف الذي لاحظناه على هذا الحماس الأمر يحتاج منه وقفة ربما للمستقبل للأجيال القادمة هذا كل ما يحتاجه تحتاجه الجزائر وفق الله كل مسؤول قائم على ربما تنفيذ ولو جزء بسيط من هذه السياسات والوقوف عليها وقفة مسؤول أمام الله وأمام هذا الشعب في الأخير وإلى العدد القادم بإذن الله الأسبوع القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة